انطلاق هذا اللقاء هل بمقدور نسور سبيتسيا تحقيق المفاجأة في هذا اللقاء وزيادة معاناة ميلان الميلان اللي اقال مسيم اليانو الليجري ومن سيكون المدرب المساعد لميلان ليوكي بياتي محل الخطيرا كما تدخل من ديش غاليو التزداد من بعيد هوندا هوندا يستعد لتنفيذ القرى هل سيصوب الياباني يختار لعب الكرة لاحيطال واحد سفر يضيع يضيع من الباتسو باتسيني يضيع فرصة ولا اسهل سهل الكرة عند باتسيني اللي يعود للمشاركة من جديد لكن شوفوا الفكرة كيف ممتازة زكاردو باتسيني يتفنن الباتسو في اهدار هذه الكرة شوفوا لعادة من جديد كيف تفنن باتسيني تصور لو ميلان اتلقى دربة اخرى باقصاف الكاس ماذا سيكون موقف سيدرف في التعامل مع فريق منهار هوندا اللابو لكن كرة تبعد ديشيليو يصوب الكرة السهلة عند ليالي نيكولا ليالي لكن يعود من جديد ميلان ليفاجه الانصار بنتاج مخيبة دي بكورة رايعة من الباتسو تصويب قوية تعالى العارضة بقليل لكن الوان تو كان بشكل ممتاز باتسيني ما كانش محدود شوفوا ليعادة هوندا يبدل هجمة بولي باتسيني صوبة لو كانت في المرمى هذه الكرة اكيد لقلنا واحد سفر لقلنا فانتاجو لقلنا اسباقية ولكن الكرة تعالى العارضة مع محاولة تتجدد لميلان باتسيني عرضية روبينيو الواحد سفر مفاعل الكورمو دي تريستا من البرازيلي روبينيو يمنح التقدم الميلانيو سجل شوفنا تمريرة دكية من باتسيني ارتماء في محلها من روبينيو والميلانيو سجل روبينيو تسعة وتسعين مباراة مع ميلان بسجل يبتسم جالياني ولكن اكيد المرارة والحزن في داخل هذا الرجل لان ميلان لم يعد ذلك الفريق القوي الميلان اللي عرفناه في السابق لا يعير اي اثمام لمسابقة الكاس لان الميلان كان دايما يلعب دوار رئيسية مهمة في الدوري في لان الميلان روبينيو لي هوندا هوندا عند روبينيو هوندا تعود للكورة من جديد روبينيو يمر لبولي وضع لباتسيني والثاني 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 والطريق باتسيني هادف ملعوب تمريرة ذكية وباتسيني هذه المرة وضع الكورة كما ينبغي ليمنح الثنائية لي ميلان ميلان يتقدم العيس بسبيتيا اثنين سفر وباتسيني يوقع لذب الثاني لابا كان الذكية تعدل لفعات سبيتيا الميلان يتعلق امام سبيتيا يحاول ان يصب جام غضبه على فريق يلعب في الدرجة الثانية شوفوا لي عادة من جديد التمريرة كانت ولا اروع بذكاء من بولي وبلمس بالباتسيني والميلان يتقدم اثنين سفر على حي ساب سبيتيا التقدم لصالح فريق ميلان على سعيد نتيجة اثنين سفر بهذا الهدف الميلان يقطع شوط كبير لضمان التعهل الثابتة فانتظار تم فيدها ترتد منحية الصد تعود بتصويفة قوية من ميليوري ولكن كورة فرانج توركنية خطورة تكمل لسودزو مدافع يجيد كورات الرعصية هذه الرعصية تبعد والحرسة بهاتي السيطر عليها لم يكن تفارق سبيتيا لعب بخوف حتى وان كان الميلان اللي يلعب امامه ميلان جريح ميلان ليس بالميلان القوي لكن في خوف فيها الثانية عن طريق هوندا هوندا يسجل اول هدفة مع ميلان تابع الكورة مرتدة واضع ووضع الياباني في المرمى ليمنح الثلاثية لميلان الياباني يقدم اوراق اعتمادة في هذا اللقاء صحيح هوندا شوفناه لم يتحرك بالشكل المطلوب دور الايطالي يحتاج لحركة يحتاج لقوة يحتاج لكي تكون قوي مع المدافعين يحتاج للسلبة ولكن ايضا لا ننسى زبيزا بيتش وافضل لعب في تاريخ الجبرة الاسود الفنان السابق اللي كان يلقب ويكن بالعبقري اشواء ايطاليا ومدافعي الكورة اليطاليا وهوندا يقطع كورة في انطلاق الربعية ممكن رابع وباتسيني وان يا باتسو وان يا باتسيني يتفنن باتسيني في اضاعة الفرص كورة يلعب في الشارع بعيدة تماما في مدرجات شوفري على الضغط من هوندا هوندا ينطلق بالكورة التمرير لباتسيني وباتسيني واصل التفنن في اهدار الفرص صحيح ساش الهدف جميل ولكن ضي عنتي كريستانتي ومحاوط انطلاق ليسترف الكميلا الين البحث عن هدف رابع والتصويب قوية يتصدى لها ليالي نيكولا ليالي لازال صغير في السن ميكسيس لريكاردو مانتوليفو تاصل كورة لروبينيو روبينيو حولت الانطلاق لالي السلح فريق ميلا الميلا بصدد التفكير بهدف رابع تلعب كورة لهوندا تمهيد ممتاز والزاكاردو يراول يتفن لزاكاردو لكن تضيع الكورة تضيع الكورة عقدة حتى عامل في السلطاش مع جاكسة مسترداب لانما الكورة تلعب عرضية والربع يضيع يتعلق ليالي نيكولا ويتصدى لكرى خطيرة الحارس السبير الشوفر يعدا من جاكيد شوفوا الترويد من زاكاردو العرضية لكن يحسب لحارس المرمى نيكولا تصل كورا عند كريستانتي روبينيو بيلمسا بيرسلان بيرسا يفكر في التصويب التصويب قوية من جلب بيرسا يصوب بقوة لعب وسط فريق ميلا اللي اختار الحل والتصويب من خارج منطقة الجزاء لفالتر بيرسا اللعب السلوفي سبب سوى النتاج الكرة تلعب بميو محاولة خطي الاسبيسيال لكن ابياتي يسيطر على الكرة نيكل فراري المعار من فيرونة شوفوا اللي عادة من جديد فراري ولكن ابياتي في المبعد هوندا يسجل وفراري لا في هذه المبارات مع ان جودة الفراري لا تقاط ترجمة نانسي قنقر